مرحبا بكم أصدقائي السلام عليكم أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صاحة جيدة مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد لتعلم اللغة الألمانية في هذا الدرس أعددت لكم جملا مهمة وجملا جديدة يعني حاولوا أن تحفظوها واشتعملوها كثيرا عندما تتحدثون مع الألمان إذن أصدقائي دعونا نبدأ على بركة الله هذا درس صراحة من الدروس المهمة جدا عندما تتعرف على شخص ما وتريد أن تقول له وتريد أن تقول له تسعدني معرفتك تقول له بالألمانية أن تسأل شخصاً ما يعني تقول له المعدرة هل أنت السيد أو المعدرة هل أنت السيدة يعني أنت Science تعرف فقط الإسم تعرف مثلاً شميت ولكن لا تعرف الشخص الذي يجلسه هنا في هذا المكتب أو أجارك إلى آخر هو السيد شميت أو السيدة شميت فتقول المعدرة هل أنت السيد شميت أو المعدرة هل أنت السيدة شميت تقول إنشلدغن سي هنزي هر شميت إنشلدغن زي زيند زي هر شميت إنشلدغن سي إنشلدغن سي هي معذرة عندما تستعملوا لغة الاحترام إنشلدغن سي زيند زي هر شميت هل حضرتكم السيد شميت؟ وعندما تتكلم مع السيدة تقول لها إنشلدغن سي زيند زي فخاو شميت إنشلدغن سي زيند زي فخاو شميت فخاو هي سيدة إنشلدغن سي إنشلدغن سي زيند زي فخاو شميت هل أنت السيدة شميت؟ عندما يسألك شخص ما هذا السؤال ويقول لك هل أنت مصطفى أو هل أنت زيند إلى أخير وأنت تقول نعم هذا أنا تقول يا داغ بنش وداغ بنش هذه تقال للمذكر المذكر إذا كنت رجلا إذا كنت رجلا تقول يا داغ بنش يا داغ بنش مثلا أنا مارو جالس هنا ويأتي شخص عندي ويقول لي إنشلدغن سي زيند زي هار مارو أنظر إليه وأقول له يا داغ بنش نعم هذا أنا والآن إذا كنت سيدة إذا كنت فتاة وسألك شخص ما هل أنت السيدة كدا وكدا أو هل أنت زينب هل أنت مونة هل أنت مريم هل أنت صبرين إلى آخر فجوابك يكون على الشكل التالي وتقولين نعم هذه أنا ويكون جوابك يا دي دي بنش يا دي بنش يا دي بنش إذا كنت تريد أن تنفي المذكر بالنسبة الآن للذكور مثلا تقول كلا لست أنا مثلا يأتي أنا عندي شخص ويقول لي هل أنت عذنان أقول له لا كلا لست أنا فيكون جوابي المذكر يكون جواب الشخص المذكر لا 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 Scientific Nein Die bin ich nicht Nein Die bin ich nicht Nein Die bin ich nicht مثلا عندما تحب أن تقول ماذا تريدون ماذا تريدون فتقول ما هي أمنياتكم فتقول was wünschen sie was wünschen sie ein wünsch sie was wünschen sie عندما تحب أن تقول بماذا أستطيع خدمتكم بماذا أستطيع خدمتكم فتقول was kann ich für sie tun was kann ich für sie tun was kann ich für sie tun يعني بماذا أستطيع خدمتكم وإذا كنت تحب أن تقول لشخص ما أيضا ماذا تريدون ماذا تريدون was مش تنزي was مش تنزي هذه لغة الاحترام was مش تنزي إذا كنت كنت ترغب أن تقول لصديق لصديق ما أتمنى لك السعادة بلغة الأصدقاء فتقول له ich wünsche dir viel Glück أنا أتمنى لك السعادة ich wünsche dir viel Glück ich wünsche dir viel Glück ich wünsche dir viel Glück viel Glück viel Glück وبالنسبة للغة الاحترام عندما تتحدث مع شخص تستعمل معه لغة الاحترام وتحترمه فتقول له ich wünsche ich wünsche ihnen viel Glück ich wünsche ihnen viel Glück يعني أنا أتمنى لسيادتكم أنا أتمنى لحضرتكم السعادة الكبيرة إلى آخر ich wünsche ihnen viel Glück ich wünsche ihnen viel Glück كما ترغبون يعني عندما يقول لك شخص اعمل كذا وكذا أو هذا وهذا وأنت تقول له كما ترغبون Wie Sie wünschen كما ترغبون شكرا جزيلا تعلمنا في أحد الدروس السابقة أشكركم لغة الحرام لغة الاحترام أنا أشكر صيادتكم أنا أشكر حضرتكم أشكر الجزيل القلبي يعني من القلب أنا أشكرك من قلبي Herz Isidentench Herz Isidentench Herz هو القلب Herz Isidentench يعني الشكر الجزيل القلبي وإذا كنتت ترغب أن تقول أنا أشكرك من القلب يعني من داخل قلبي أشكرك أشكركم سيادتكم حضرتكم هنا سنستعمل لغة الاحترام عندما تشكر شخص ساعدك أستاذ معلم مدير شخص في إدارة إلى آخره يعني شخص تقدر مجهوداته التي قام يعطك معلومات ساعدك فتقول له أنا أشكر سيادتكم حضرتكم من كل قلبي أشكركم أصدقائي درسنا لهذا اليوم انتهى سأكون جد سعيد إن قمت بنشر هذا الفيديو على الفيسبوك على التويتر على الإنستجرام على اليوتيوب أينما أحبب وإن أعطيتني لايك وإن تابعت قناتي على اليوتيوب ماروفيلت شو بالضغط على سبسكرايب وإن تابعت قناتي أيضا على الفيسبوك ماروفيلت بالضغط على لايك كي لا يفوتك فيديو من فيديوهاتي أنا جد متشوق لقراءة رضيد أفعالكم أشكركم أصدقائي أعجبكم هذا الدرس هل تريدون المزيد من الجمل أم تريدون قواعد ماذا ترغبون أكتبوا لي فقط أسفل الفيديو وسأقوم إن شاء الله بعمل فيديو فيما أنتم تحبون أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء مع السلامة السلام عليكم